لا خدمات في أغلب أحياء منطقة الغزالية غربي العاصمة مؤطنون يقطون منطقة الهياكل وصل بهم الحال إلى تشكيل فرق تطوعية لرفع النفايات بعد انعدام الجهد البلدي البلدية الله وكيلك ماكو مكان ما يأخذ منه فلوس فلوس يعني تبنى خمسة آلاف بس رشاوي بس رشاوي خمس ملايين بيئة خمس ملايين تشتري بيئة خمس ملايين يعني تشوف بس كل ملايين ماكو ميات وخمسينات ماكو وهي حال الخدمات مع المنطقة مجاري ما بيها مجاري ما بيها أول واحدة والثاني تبليط ما بيها والثاني أطفالنا متبهذلين إلى درجة الشيطة كلها متبهذلين تكميلة المجاري والتبليط مجاري خطيئة مدارسنا ماكو مدارس قاعد تروح ذاك الجانب الغزالية كل خطوط كل واحد عنده أربع أطفال وخمسة وثلاثة كل واحد النفر خمسة وعشرين وثلاثين ما صار هاي عمي بيئة لثلاثين ألف بيئة منطقة منا للسريع متكاملة كل شي متكاملة كهرباء مايك هذا متكاملة بس مجاري وتبليط هي نقص المرحلة الثانية مجاري والتبليط من يصدق أن هذا الشارع في بغداد في سنة الفين واثنين وعشرين فهي رغم كونها واحدة من أعرق العواصم العالمية تترقم في شوارعها أكوام النفايات وتجوبها الكلاب السائبة بالشتة تعبانة وبالصيف التراب ماكلين وصخ التراب نجيبه ونقسله ما نملاحك والمجاري من هناك وعشرين عافوه عن نص المدينة يسوي لك تبليط يقول لك بعدها ما كاملة غير تكملونها فهي دنوبة تتبلطونها هو المرض نحن التبليط التبليط يعني مدينة حلوة بغداد ينتظر المواطنون وعودا قطعها لهم نواب قبل الانتخابات للنهوض بواقع الأحياء المتهالكة خدميا إذ تدخل منطقة الغزالية من بين المناطق التي تشهد ترديا للواقع الخدمي منذ سنوات بينما تقف دائرة البلدية مكتوفة الأيدي أناس يوسف قناة الفلوجة بغداد